قارنة بالأسبوع المنقذي بين 12-16 نوفمبر على الرغم من تبادل كتلتين من أسهم شركة النقل والتونسية ليعادة التأمير بقيمة نهزة 0.9 مليون دينار لكل كتلة رقم اليوم اخترناه له 100 مليار أورو مبلغ اللي تحتاجه تونس لإنقاذ اقتصادها حسب الخبير الاقتصادي عياث اللومي هو ما يقابل 330 ألف مليون دينار لدفع الاستثمار في البلاد كما حذر من تفاقم العجزة التجاري لقارب 18 ألف مليون دينار بنهاية العام الحالي ويشد على ضرورة إيقاف التوريد لفترة معينة مثل ما فعلت الحكومة سنة 1986 مينوت إيكونوميك نكمل مع أسعار العملات الدولار الأمريكي الوحدة بـ 2.90 الأورو 3.31 الجيني الإستريني 3.72 اليين 25.76 دينار الليبي 2.08 دينار الجزائري 0.24 وريال السعودي 7.75 وليون الصيني 0.41 مينوت إيكونوميك كملنا أخبار الاقتصاد ومنها كملنا حصتنا لليوم نهاركم في اللو ياسميني نسيلكون لستناول أخبار تود سويت شايمير من الأخويني نطلقى وغدو الحكومة